بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم له الحمد وله الشكر وفضل كثير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين ومشاهدي قناة عين التعليمية معكم الأستاذ مهند بن سعد العبيد متخصص في تعليم دوية طراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالمرحلة الابتدائية اليوم بإذن الله حديثنا في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالفصل الدراسي الثالث وموضوع الجلسة عن تأثير اضطراب التحدي والمعارضة على الطلاب ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في جزئه الأول في البداية ارشادات التعليم عن بعد لانتباه أفضل اجلس في مكان خالي من المثيرات الصوتية والسمعية كذلك قم بتدوين المعلومات الواردة بالحصة الدراسية سواء ورقية أو إلكترونية لمعلمي التعليم العام والأسرة بإمكانكم الاستفادة مما يطرح في مجال اضطراب فرط الحركة وتشت الانتباه وذلك للتمكن من اختيار الأسليب المناسبة للتعامل بها مع الطلاب اليوم بإذن الله حديثنا عن اضطراب التحدي والمعارضة اضطراب العناد يعتبر هذا الاضطراب من ضمن الاضطرابات الانفعالية والسلوكية وهو من الاضطرابات التي تتزامن أحيانا مع اضطراب فرط الحركة وتشتت انتباه اليوم سنعرف هذا الاضطراب وأوجه التشابه ما بينه وما بين اضطراب فرط الحركة ورح نعرف نقاط الاختلاف بسم الله نبدأ خصائص اضطراب العناد والتحدي في البداية لا يظهر الطاعة الطالب الذي يعاني من هذا الاضطراب لا يظهر الطاعة كذلك مزاجه متقلب دائما ما يتحدى الآخرين بغضب لا يحب دائما أن يجادل سلطته والأشخاص المسؤولين عنه بشكل مباشر يعاند إلى آخر رمق أي أنه يعاند حتى لو علم أنه على خطأ مما يتضح من الخصائص نشاهد في بعض الخصائص تشابه الطالب الذي عنده اضطراب فرط الحركة من بعض الخصائص لكن لو لاحظنا مزاج متقلب ما بين الطالب الذي عنده وفرط حركة وكذلك الذي عنده اضطراب العناد يتشابهم في هذه الخصائص لكن بقية الخصائص تختلف لذلك لا بد أننا نعي وتكون عندنا ملاحظة وتركيز عشان نفرق ما بين الطالب الذي عنده اضطراب العناد والتحدي وكذلك الذي عنده اضطراب فرط الحركة أنواع العناد عند الطلاب ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الأول عناد التصميم والإرادة وهذا النوع الحميد وهو يعتبر أن الطالب يظهر على صورة إصرار وهو النوع يعني يحب أن يشجع ويدعم لأن به تصميم نجد الطالب يصر على تكرار المحاولة كأن يصلح لعبته أو يحل مسألة ويرفض بها تدخلك عناد مع النفس نرى الطالب هنا يعاند ويتعب نفسه قد يصل الأمر إلى وجود صراع داخلي وكذلك يتشبع بالعصبية فمثلا نجد الطالب يرفض الطعام وهو جائع الأخير وهو ما نتحدث عنه اليوم عناد الاضطراب السلوكي وهو الطالب الذي يرغب بالمشاكسة والمعارضة للآخرين فنجد طبعا راسخ وثابت عند الطالب في أكثر من بيئة وهنا يجب الاستشارة من متخصص للتعامل مع الحالة صفتي التحدي والعناد هي تعتبر من صفات الحميدة مثل ما نعرف لكن أحيانا لما يصل الطالب إلى مرحلة أن تسيطر هذه الصفة على شخصيته بالإمكانها تتحول إلى اضطراب وبالتالي تؤثر على نموه المعرفي والاجتماعي وخصوصا داخل وسط الأجواء المدرسية كذلك يعتبر سلوك التحدي والعناد من أكثر السلوكيات شدة على المعلمين والأسرة مثل ما نعرف أن سلوك العناد يعتبر من السلوكيات التي غالبا ما نأخذ وقت طويل في توجيه هذا السلوك إلى النحو الصحيح يعني أن نحول هذا العناد إلى إصرار سؤال مباشر هل سلوك التحدي والمعارضة مناسب دائما؟ هو مناسب دائما في مسماه العام ولكن إذا وصل إلى حد الإضطراب غالبا نرفض هذا السلوك يعني نقوم بخطة تعديل سلوك وبالتالي لما نجد أنه هذا السلوك أثر على مستوى الطالب الدراسي والاجتماعي مؤشرات التي تظهر على الطالب صاحب سلوك التحدي والمعارضة مثير للمشاكل معارض غير اجتماعي يحتاج لدرجة رعاية عالية مزعج غير مبالي للشكوى خارج نطاق السيطرة والتحكم وكذلك صعب المراسة بالنسبة للمؤشرات هذه اللي نلاحظها زي النقطة الثالثة غير اجتماعي أحيانا الطالب عنده إضطراب فرط حركة إضطراب عفوا العناد صحيح هو اجتماعي لكن نفس الإضطراب فرط حركة انتباه ما يقدر يشكل صداقاته ما يقدر يوطد علاقات ما بينه وما بين زملاء دائما ما نجد أنه يتنقل في صداقاته ما بين زملاءه ومجموعات داخل الفصل كذلك يحتاج لدرجة عالية من الرعاية والمقصود بهذا الأمر أنه أحيانا الطالب قد يؤدي يعني بسلوكه إلى أنه يضر أمن وسلامة نفسه كذلك خارج السيطرة ونطاق الحكم وكذلك صعب المراسة عنده تقلبات مزاجية آراء مختلفة يعني أحيانا الطالب عنده هذا الإضطراب أحيانا يقول لك يا أستاذ أبغا دورة مياه ويبدأ يصر ويجادلك فبعد ما تتركه لمدة خمس دقائق وأن ترفض هذا الأمر ثم تقول لي الله يا محمد راح دورة مياه تبقى يرفض خلاص يقول لك لا ما عنده تحتاج دورة مياه فبالتالي تشعروا أنه عنده آراء متقلبة من المؤشرات السابقة يمكن قياس سلوك التحدي والمعارضة على الطالب من حيث الشدة والتكرار يعني أبعاد السلوك هنا تختلف عن اضطراب فرط الحركة شنة الانتباه هنا فقط الشدة والتكرار باختلاف أنه في اضطراب فرط الحركة شنة الانتباه المدة الزمنية والكمون كذلك أن الطلاب اللي عندهم هذا الاضطراب غالبا ما يكون هذا السلوك تطور عندهم بسبب المشكلات اللي واجهوها في السابق وبالتالي يعتبر من ضمن آليات الدفاع اللي هم يستخدمونها بسبب المشكلات الأسرية أو البيئية اللي نعاشوها في فترة سابقة من حياتهم العلامات التي قد تتطور مع الطالب صاحب سلوك التحدي وحنا نقصد أنه لمن يتقدم في العمر إلى مرحلة البلوغ ثم المراهقة والرشد النقطة الأولى ارتفع درجة المخاطر بعد تطبيق القانون كذلك صعوبة في الحصول على وظيفة مميزة والسبب مثل ما نعرف بعض الأحيان تكون في الوظائف أسئلة استفزازية كذلك مستقبلا كحياتها الأسرية غالبا أنها تكون غير موفقة يعني يمر ببعض المشاكل وقد يؤدي كذلك إلى الطلاق سؤال لو كان الطالب في الصف لديه سلوك العناد والتحدي كيف أن نكون علاقة إيجابية معه؟ السؤال في البداية عن فصله السابق لابد أن المعلم يجمع معلومات عن فصل الطالب السابق كذلك معرفة أسباب ظهور السلوك لابد أن المعلم يعرف لماذا يظهر السلوك وين مكانه وين يظهر فيه عند حصة معينة هل هو في مكان معين كذلك لابد أن نرسم خطة تفاعلية للطالب وكذلك لابد أن تكون توقعاتنا توافق عمره الزمني وكذلك قدرات وإمكانيات البيئة المدرسية كذلك عليك أن تعلم أن الطالب قابل للإنكسار الذي عنده هذا الإضطراب وهذا السبب يعود إلى أنه في مواقف سابقة شعر ببعض المواقف أنه يشعر بعدم الأمان بها كذلك لابدنا نعي أنه لا نستخدم مع الطالب الذي عنده هذا الإضطراب مثل هذا الجمل لو نلاحظ الجملة الأولى سوف أساعدك ما يحب الجمل اللي فيها أمر دائما يحب الجمل اللي دائما فيها اختيارات لو نلاحظ الجمل الثانية هل ترغب في أن أساعدك تغيرت الصياغة لو نلاحظ لدي الرغبة في التعاون معك أو هل ترغب في آداء ذلك بنفسك يعني تشعر أن الطالب تعطيه أريحية هل أنا أساعدك أو لا ما يحب الجمل اللي فيها أمر بشكل عام يبدو لي على ما وضحت لكم في الشرائح السابقة أحياناً نحتاج أن نطبق الثبات والمرونة كيف نطبق الثبات والمرونة مع الطالب اللي عنده إضطراب السلوك اللي هو السلوك التحدي والمعارضة الثبات دائماً تكون في الأمور الأساسية الأمور اللي دائماً فيها يعني ما يكون فيها مستقبل الطالب مهدد على سبيل المثال لو لاحظنا هنا عندنا اللي تكون فيها عدم دائماً يكون فيها الثبات الصلاة لابد أننا نراعي مسائل الأمور الدينية كذلك الأمور الدراسية كالواجبات والمذاكرة وكذلك الأمور الصحية تعتبر من الأشياء اللي دائماً ما يكون فيها ثبات المرونة دائماً ما تكون في الأمور اللي قابل أننا نأجل فيها على سبيل المثال سيحل الواجبات لا مانع أنه نجعل الطالب مثلاً يؤدي نشاط ترويحي ثم يحل الواجب ولكن إذا كان يؤثر على مستقبله نرفع الواجبات إلى مسألة الثبات الخلاصة أو ما نسميها بالتوصيات الهدف عند التعامل مع الطالب العنيد من طلاب دوي الطراب فرط الحركة وشتة انتباه هو تقليل كلمة لا لأنه دائماً ما نسمعها مع الطالب العنيد أخبره أنك كل ما تطلبه منه أن يتعامل معك مثل ما تتعامل معه ولكن طبعاً في حال أنك تعاملت معه بشكل جيد في الختام نشكركم لحسن استماعكم آمل من أني قدمت مادة تعود بالنفع عليكم كان معكم مهند بن سعد العبيد في أمان الله